كيف يفكر العالم في إنقاذ البشرية اللي احنا بنشوفه من تغيرات مناخية شيء يخد مين كان يصدق جفاف في بريطانيا مش عارف أمطار في عزل الصيف حاجات غريبة جدا هو الحقيقة يعني هي ليست مفاجأة للخبراء والولماء احنا بنعتبر المئة سنة اللي احنا فيها دي هي أصعب مئة سنة في تاريخ الكرة الأرضية بالنسبة للتحولات المناخية وفي نفس الوقت ما حدث في الفترة الأخيرة على مدار الخمسين سنة الأخيرة لم يكن في توقع أحد إن احنا ممكن نوصل لدرجتين ونصف في عشرين خمسين لأن احنا بنتكلم على ارتفاع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية احنا بنتكلمش على درجة حرارة الأرصاب فأسعد بنطلع نتكلم في ناس بيفتكلم درجة حرارة الكوكب لا احنا بنكلم على درجة حرارة الكوكب درجة حرارة سطح الكرة الأرضية المفروض إن آخر مئة سنة اللي فاتوا زادت في المئة سنة تسعة من عشر ما وصلتش درجة فكنا متوقعين إنه بالكتير مع كل الثورة الصناعية اللي حصلت والتسخين وحرق الفحل والبترول وكل أنواع الوقود الأحفوري ده قلنا احتمال يعني إنها تبقى في عشرين مئة يبقى مثلا واحد ونص درجة لكن للأسف التقرير وده اللي أزعج العالم اللي صدر عن سكريتير عامل وهم المتحدة وكان طبعا قال بنفسه سكريتير عامل المتحدة إن إحنا في مرحلة في منتهى الخطورة لأن احتمال عشرين خمسين هنكون معاديين درجتين وشوي مع إن إحنا كنا بنحلم ونأمل إن إحنا في آخر المئة سنة نوصل درجة ونص دي الخطورة اللي أشعلت الضجيج حول العالم وخطورة الموضوع وده اللي بيلقي طبعا مسؤولية على مؤتمر الكوب 27 في شرم الشيخ إنه المرات دي مش هينفع زي المرات السابقة كل مرة يتحط التزام ويهرب الدول الصناعية من هذا الالتزام فطبعا إنا عارفين في عشرين دولة على مستوى العالم هي الدول الصناعية الكبرى بس الأقل التزاما فيهم دايما أمريكا والصين أمريكا والصين لهم أكبر ناس لهم أكبر مستهلكين أكبر مؤمسين وأكبر امبعاثات يعني أحدك بتتكلم على تقريبا 85% من امبعاثات غازات الاحتباس للحراري الست فكان الأمل إنه يبقى في جلاسكو اللي فادي يتوقع في جلاسكو ما تمش التوقيع وعلى آخر لحظة بدل ما يكتبوا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري اللي هو الفحم والبترول كتبوا إنه خليها الخفض التدريجي كلمة الخفض لغت التخلص كنا مستعدين نخلي التخلص على مدار خمسين سنة لكن لما قالوا بقى كده خلاص خرج الموضوع ما بقاش فيه التزام بالتخلص وأنا أعتقد إن ده السر إنه في حجم المفاوضات واللقاءات اللي الرئيس هفتح السيسي عملها مع الرؤساء والملوك إنه المرة دي هيبقى من الصعب إن انت تخرج بالمؤتمر ما يكونش فيه التزام بمدى زمني لخفض تدريجي لغازات الاحتباس الحراري بالترتيب اللي أنا بقوله كده مدى زمني محدد لخفض تدريجي لغازات الاحتباس الحراري يعني إن انت بتخش على حضارة جديدة أنا دايما بنطلق الحضارة على الوقود يعني حضارة النار لأول مرة أيام سيدنا آدم وبعدها حضارة الفحم لما اكتشف الإنسان إن الفحم يقدر يبقى وقود وبعدها حضارة البترول وبعدها دخلنا فيه الطاقة النووية ودخلنا في الطاقة الشمسية وفي طاقة الرياح فإحنا دخلنا فيه أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة الجديدة والمتجددة دي معناها إن انت بتعمل حضارة جديدة وهذه الحضارة هي حضارة الوقود النظيف وبالتالي خفض امبعاثات هذا الحجم من التلوث اللي تقريبا سمم الغلاف الجو يعني إحنا مثلا يقولك الإنسان ياخد حوالي 4.5 كيلو جرام هواء في اليوم وياخد كيلو ونص جرام غذاء في اليوم وياخد 2.5 كيلو من المياه في اليوم احتياجاتك البيزي كنيتزي دي الاحتياجات الأساسية في دول النهاردة ومش باية تشرب الجفاف درب السومال مثلا ودرب عدة دول في أفريقيا مين اللي كان يصدق أنهار أوروبا تجف مين اللي كان يصدق أن الدنوب والراين ما يبقاش فيه مية وأن المراكب اللي كانت محتاجة 50% من مية النهار و60% و70% النهاردة مش عارفة تمشي لأن 25% حجم المية اللي موجودة في أنهارهم اللي شفناه لم نكن نتخيله خالص